اكدت سعادة السيدة امنى بن تحمد الرميح وزيرة الاسكان والتقديط العمراني حرص الوزارة على المشاركة مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في الحملة الوطنية للتشجير دمت خضراء ودعم تنفيذ الاهداف الاستراتيجية للمبادرة من خلال زيادة مساحة الرقعة الخضراء بالمدن الاسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص تماشيا مع اهداف التنمية المستدامة 2030 جاء ذلك لدى تتشيني وزيرة الاسكان والتقديط العمراني مبادرة اطلاق خطة تشجير الواجهة البحرية في شرق الحد بحضور سعادة المهندس والبن ناصر المبارك وزير شؤون البلدية والزراعة وسعادة الشيخة مرام بتعيسى الخليفة الامين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة وثمنت الوزيرة الرميحي جهود القائمين على تنفيذ هذه الحملة والتي تهدف الى تطوير وتنمية القطاع الزراعي في المملكة وابراز الطابع الحضاري لمدن البحرين الاسكانية بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الملكي وليعات رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بشأن التوسع في مشاريع التشجير بمختلف المشاريع الحكومية من جانبها اكدت سعادة الشيخة مرام بتعيسى الخليفة الامين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي حرص المبادرة الوطنية على دعم الاستراتيجية الوطنية للتشجيل لتحقيق التنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر